يدات على آله وصحبه ومن ولا اللهم صلي وسلم وفارك عليك سيدة بيت قاسم يا رسول الله صلى الله رسلنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا تذيء في يوم الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فيه خلق آدم آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى يسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والأخيرات إلا أعطاه الله لك هناك حالة في اليوم الجرمه أحد أن يتعلم هذا الحالة في دعاء وراءة الحياة والأخير في الحياة ولكن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هذا هو سبحانه وتعالى من خيري الدنيا هذه المسجدات التي ترتفع في المسجد في بين عصر ومغرب ومن المسجد الطبيب لم ترغبوا لك لأنه من المسجد الذي يختلف في دعاء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لذلك يملك بمعنى العصر أن يكون لديه بين عصر و المغرب لتجعل دعاة الله سبحانه وتعالى و إذا كان لديه مجموعة الله سبحانه وتعالى و بالطبع يوم الجمعة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله مصلي على محمد الله مصلي على محمد أخر شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله جل الله وحده لا شريكنا وأشهد أن محمد عبده و رسوله ماذا حدث؟ فتحت له أبواه الجنة الدمانية الثالثة الجنة سوف تفتحه تفتحه الثالثة الجنة سوف تفتحه سوف تفتحه سبحانه الله هذا بعض الحديث تعالى تفتحه في المسجد تفتحه 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 النبي صلى الله عليه وسلم وتفتحه تفتحه تفتحه ثم تفتحه تفتحه كذلك يجب أن نسخة التعاملات والدعاء والصلاة والدعوة في ادعاء أتمنى الله سبحانه وتعالى أن نحن نحن نسخة للمساعدة كلنا من نفسنا ولم أتمنى الله سبحانه وتعالى نفسنا لنصبح الله سبحانه وتعالى